اهلا بكم في حلقة جديدة من كورس القواعد الجرامر المستوى الاول للمبتدئين لو عاوز تشوف بقية الحلقات حاسب لك البلايليست او قائمة التشغيل الخاصة بكورس القواعد في اسفل الفيديو يلا النهاردة هنبتدي مع بعض باسهل واهم زمن في اللغة الانجليزية وابساطهم وهو هنعرف تركبته ايه وازاي نقدر نستخدمه بطريقة صحيحة مية في المية اول حلقة في الازمنة خليك معايا stay tuned يلا بيهن نبتدي مع بعض قبل ما نبتدي في شرح الزمن والحلقة خليني اقول لك التسلسل اللي احنا هنمشي فيه لما نشرح دايما حلقات الازمنة في اللغة الانجليزية عشان تقدر تتمكن من اي زمن في اللغة الانجليزية او تركبته لازم تعرف ازاي تركب الجملة الايجابية العادية بتاعته ازاي تقدر تنفي الزمن ده او تقول ضد الجملة عكسية انا سعيد انا مش سعيد وازاي تقدر تسأل او تكون اسئلة في الزمن ده ودي دايما الطريقة اللي احنا هنمشي بيها اللي هو فيه تركيب او في معرفة تركيب الزمن تاني حاجة هنعرف when to use يعني امتى نستخدم الزمن ده والنهاردة هنبتدي بتاني حاجة وهي when to use the simple present او امتى نستخدم المضارع البسيط انا هختفي من على الشاشة بس هبتدي اشرح واقول لك الحالات اللي بنستخدم فيها المضارع البسيط قبل ما اقول لك التركيبة بتاعته يلا بينا المضارع البسيط بنستخدمه بمنتهى البساطة كده لما نحب نقول عادة او عامة عشان كده احنا بنستخدم المضارع البسيط لما نحب نتكلم على الحاجات الروتينية يعني عامة عادة لكن ممكن في يوم الايام اتاخر لكن عامة او عادة انا بخلص الساعة خمسة الحاجات الروتينية بنستخدمه عشان نوصف العادات انا دايما او انا بروح شغلي بدري برضو عامة او عادة عشان اوصف الحاجات اللي انا بحبها عادة او عامة عشان اوصف بيه الجداول اوكي الزمنية زي جدول القطر مثلا القطر ده بيغادر دايما في السادسة والنصف عادة او عامة فما تشغلش نفسك بالتصنيفات انت افهم دايما مضارع بسيط يعني عادة او عامة اوكي طيب let's back move to خلينا نتحرك لي how to form ازاي نكون المضارع البسيط التكوينة بتاعة المضارع البسيط سهلة جدا 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 تجيب السبجيكت اللي هو موضوع الجملة او الفاعل عشان ابسطها عليك وتجيب بعده الفاعل اوكي موضوع الجملة او السبجيكت ده ممكن يبقى noun اسم او pronoun يعني علي محمود اوكي علي ان محمود او pronoun دمير i we they you he she and at بس خد بالك لو انت هتجيب he او اي مفرد غايب زي احمد مثلا او she او الاسم اللي ينوب عنها اي اسم واحدة ستة عولة شايماء وهكذا او it واتفقنا it استخدمها مع الحاجات اللي مفهاش روح او لو حاجة متعرفش جنسها ايه وتفرج على حلقة الضمير لو انت مش فاهم المهم لو انت هتجيب واحدة من دول يبقى لازم تحط على الفعل اس او اس او او اي اي اس او اي 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 اس. المهم انك تفاهم الاول انك بنحطهم لو هنستخدم هي او شي او ات. لكن غير كده لو عندك عادي ما بتحطش على الافعال اي حاجة. طيب امتى نستخدم ده بقى يتوقف على الفعل. اوكي? طبعا اكيد فيه او شي او ات. بس مش هنحط ساعتها اس. نحط اي اس او اي اس لو في حاجة من الحاجات الاتاي. في الغالب بنحط اس. لكن هنحط اي اس لو. الفعل بينتهي بCH زي watch يشاهد. He watches. لو الفعل بينتهي بSH زي finish. He finishes. لو الفعل بينتهي بX زي fix. He fixes. لو لو الفعل بينتهي بـ S زي guess يخمن لو الفعل بينتهي بـ O زي does لو الفعل بينتهي بـ O قولنا does أو go مثلا goes لو الفعل بينتهي بـ Z زي buzz فأقولك مثلا she buzzes طيب إمتى نحط I-E-S نحط I-E-S لو الفعل بينتهي بـ Y بس قبل الـ Y عندنا حرف ثابت والحروف الثابتة أو الأصوات الثابتة هي كل الحروف في اللغة الإنجليزية معادة حروف العلة أو اللي ظهرت عندك على الشاشة يعني study يذكر أو يدرس أخرها Y قبل الـ Y المهم في حرف ثابت ولا متحرك طبعا D ده حرف ثابت فنقول he studies نحط I-E-S سهلة جدا وبسيطة جدا ماري و قبل الـ Y عندنا R حرف ثابت يبقى he marries أو she marries لكن لو قبل الـ Y حرف متحرك أو صوت متحرك ساعتها حنحط S عدية خلص he plays she plays الـ Y هنا قبلها A والـ A حرف فعل يبقى فتكر لو فيه he أو she أو it بنحط على الفعل S أو ES أو IES حسب الفعل بيمتهي بـ E سهلة وبسيطة جدا يلا بينا نخش بقى على إزاي ننفي في زمن المدارعة البسيطة حشان تنفي فعل في زمن المدارعة البسيط أنت بيبقى عندك اختيارين ياما بتستخدم don't أو ياما بتستخدم doesn't don't اختصار لdo not بس ما حدش عاد بيقول do not الناس بتقول don't أو done و doesn't اختصار لdoes not طيب بمنطقة البساطة do بتيجي مع I و we و they و does اللي هي doesn't النفي بتاعها زي ما احنا قلنا فاكرين لما قلنا الفعل أو أخر و نحط عليه ES يبقى يكيد بيجي مع he و she و it هو ده النفي بمنطقة البساطة يعني I eat pizza هدي بقى نفيها ايه I don't eat pizza انا ما باكلش pizza we go to loxer احنا بنروح الاقصر we don't go to loxer احنا ما بنروحش الاقصر وهكذا لكن لو انا بقول مثلا she loves her husband هي بتحب زوجها و عاوز اقول هي ما بتحبوش عندنا she فهتبقى she doesn't و نرجع الفعل بقى ساعتها للمصدر ما نقولش هي she doesn't loves her husband طيب ما فيه doesn't خلاص الفعل حتشيل من عليه الاس تاني she doesn't love her husband مثال تاني he او مثلا مش لازم استخدم ضمير مثلا علي drives the car علي بيسوق السيارة تمام عاوزين نقول علي ما بيسوقش السيارة هنقول علي doesn't drive she is the car ده النفي فيه المدارع البسيط بمنتهى البساطة نخش بقى على اخر حاجة وهي الاسئلة فيه المدارع البسيط لانه قلنا لازم نتعلم الجمل الايجابية النفي والاسئلة في كل زمن عشان تسأل برضو في زمن المدارع البسيط فانت بيبقى عندك اختارين ايوا بالزبط يا اما do do برضو بنستخدمها مع i we you they وdoes بنستخدمها مع تلات دمار التانية he she it اوكي والاسئلة في المدارع البسيط بنسألها برضو عشان نقول عمتا او عادتا خدوا بالك من النقطة دي عشان لما يجي اشرح المدارع المستمر فحلقة تاني اوكي بسأل الاسئلة do وdoes لما حب اقول عادتا او عمتا انت كذا 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 خلنا اديك مثال مثلا اوكي هل انت بتحب كرة القدم انا بسألك عادتا او عمتا اوكي does she travel a lot هل هي بتسافر كتير عادتا برضو او عمتا does he does he does he drive or does he ride motorbikes هل هو بيقود السيارات الدراجات النارية برضو في العموم بسأل في العموم اوكي ويفتكر لما ببتدي do does اوكي الفعل بيبقى في المصدر اللي موجود في السؤال اخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة هي الكلمات الدلة ان وجد وان كنت ما افضلش انك دايما تفكر بالطريقة دي احيانا في كلمات بتربطها بزمن معين بس الواقع العملي اثبت لي ان الكلمات دي بتستخدم مع آآ ازمينة تاني بس عشان خاطر احنا لسه في مرحلة المبتدئين فانا حديك كلمات بتستخدم مع المدرع البسيط لما تشوفها يعرف في الغالب الزمن ده هو زمن المدرع البسيط اول كلمة معانا وهي كلمة always always معناها دائما يعني حاجة بتحصل بنسبة مية في المية اوكي اولا كلمات دي احنا اخذها النهاردة اسمها adverbs of frequency يعني ظروف التكرار نتكلم على حاجات متكررة بان الزمن ده اسمه تكرار او عادة زمن المدرع البسيط اتفقنا خلاص فالكلمات دي بتدل على العادة والتكرار always دائما very often عادة جدا يعني حاجة بتحصل عادة جدا i always go to work انا دائما بروح الشغل i very often حاجة يعني شبه دائما very often حاجة بتحصل فوق التمانين في المية i very often meet my friends يعني عادة جدا بقابل اصدقائي i often i usually i normally ودي حاجات بتحصل بنسبة خمسة و خمسين ستين في المية أو ستين خمسة و ستين في المية عادة i often i usually or normally اوكي انا عادة اه مثلا اه workout workout يعني بتمر i sometimes sometimes معناها في بعض الاحيان i sometimes اه drive my car في بعض الاحيان بقود دراجاتي عندنا كمان occasionally 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 يعني occasional دي معناها بالصدفة كل فين وفين زي ما بيقوله في العمال المصري اوكي i occasionally travel انا بالصدفة لما بسفر بس يعني حاجة بتحصل عشرين في المية i occasionally لكن rarely الكلمة اللي بعدها معناها نادرا دي حاجة بتحصل بنسبة 5% i rarely sleep early انا نادرا ما بنام بدري i rarely sleep early واخد بالك وكل الكلمات الدالة دي بتحصل قبل الفعل لو فعل لو هو فعل اساسي واخر الكلمة معنا هي never دي حاجة ما بتحصلش zero اوكي i never lie انا عمري ما بكدب اوكي اتمنى تكون فهمت زي من المدارع البسيط بمنتهى البساطة زي ما وعدتك اعمل share و subscribe عشان نقدر ننزل بقية الازمنة في اللغة الانجليزية ان شاء الله وانا ناوي اعمل كده بس سعدنا ودعم المحتوى واستنى حلقات قادمة من الازمنة سلام سلام